إلى ذلك قال وكل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر كالشات إن الممارسات التي قامت بها ميليشيا الانتقال بحق الجيش الوطني لا تمثل قيام وأخلاق اليمنيين مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به سلطنة عمان تجاه جرح الحرب باليمن وأكد كالشات أنه تم ترتيب وضع الجرحة لاستكمال علاجهم في سلطنة عمان أبناء محافظة المهرة يستقبلون جرحة أز أخوانهم ويستضيفوهم عندهم ويرطبو لهم أمورهم وكل ما يحتاجونه وكل الشكر والتقدير سلطنة عمان على علاجهم هذه الدفعة الثانية بعد الدفعة الأولى التي هي خمسين شخص اليوم تستقبل سلطنة عمان خمسين آخرين نشكر سلطن عمان وشعب عمان على هذه الحفاوة وعلى هذه الاهتمام بجرح اليمن بالإخوة القادمين من محافظة تعز جرحاء الحرب ولله الحمد وطلوا للمهرة بسلام وآمن وآمان وفي هذا اليوم استضافهم الشيخ بدر بن سالم كشات جزاء الله خير الجزاء وكان في أول مستقبلين لهم وهم رجال كانوا في واجهة المعارك من أجل اليمن من أجل إعادة اليمن إلى حضن الدولة الشرعية فلهم ولتضحياتهم للجسام أسمى آيات التقدير وبالغ الاحترام لهم جميعا وقضحوا بأجزاء من أجسادهم خدمة لهذا الوطن ودفاعا لهذا الوطن فشكروا لهم على ما بدلوه في المقام الآخر نشكر كل الإخوة وعلى عادة الشيخ بدر على حسن استقبال وكرم الضيافة وقد تعنى واهتم في وصولهم منذ وصولهم كان في أول مستقبلين كما أشهد كلشات بالدور الذي يقوم به الشيخ حمود المخلافي في خدمة الجرحاء من أبناء تعز والتنسيق لعلاجهم في الخارج نشكر الشيخ حمود على جهوده فهذه ثمرة جهود الشيخ حمود الذي هو مغترب تقريبا لخمس سنوات الآن كله بمتابعة جهود الجرحاء وإيجاد لهم مركز خاص بهم وما نقدر نوفي الشيخ حمود المخلافي بكلمتين شكر فجهوده كبيرة بصعب ترجمة نانسي قنقر